هاي حبيب قلبي كيف كنت اشتقتلكم كثير كثير من الفيديو الماضي اليوم احبقي رح علمكم على طريقة جديدة لتنشير الغسيل على منشر الغسيل كيف اكيد كنت تبعون لنهاية الفيديو حننشر من اول المنشر لاخر المنشر بطريقة بتعقد صدقا كيف هيدي الطريقة اكيد تبعوني بس طبعا قبل بتيدي الفيديو عندما بحب زك رح تقولي لك كثير كبير للفيديو واذا اول مرة بتشوفي نوع عجبك المحتوى ما تنسي تشتركي بالقناة وتفعل الجرس تحت يصلك مني كل شي جديد واهم شي شغلي كله الاشعار هلا احبائي خلونا نبشر بعملين او التنشير انا عندي هوني احبائي متل ما شايفين انا عندي جوات مليان من الغسيل هيدا الجوات كيف رح يساع هون على منشر الغسيل اكيد ما رح يساع كله هلا رح تشوفوا كيف نحنا عادة بس يكون عنا نحنا منشر الغسيل منجيب اي قطعة تتياب عنا مننا الشراب هيدا الشكل منفوتها ومنحطها هيك صحيح كلنا منوقع بهيدا الخطأ رح نجيب كمان منشفة ورح حطها كمان هيك هوني اخد حيز كبير بلا ما ياخد حيز صغير بياخد حيز كبير كيف رح نعمالها هون بعد انا عم فرجيكم انه انه اخد مثلا ثلاث قطاع اخد حيز كتير كبير مثلا المنشف لازم تساع هالقاد ساعة الدوبل وزا زرقنا التياب مع بعض ما رح ينشفوا ابدا هلأ رح علمكم عهد الطريقة واكد رح تعجبكم ورح يشسع كل الغسيلات بقلبه خلونا هلأ علمكم كيف رح عرب شوين منشار الغسيل ورح شيل التياب وعلمكم عهد الطريقة هلأ هوني انا عندي طبعا بحاجة للملائط اكيد كيف رح اعلقه رح اقرب الكاميرا شوين بهيدا الشكل انا عندي المنشار الغسيل بهيدا الشكل رح فوت القطعة من تحت نحنقربه كمان ونعلقه بهيدا الشكل منحط الملقط طبعا انا هلأ رح اقرب الكون وفرجيكم كيف شفتوا كيف انا هيك بدي اياها هلأ رح تقولولي طيب ما فيه ثلاثة بعد رح تشوفوا كيف كيف رح نستغل هالموضوع كمان كمان رح نفوت ايدنا من تحت انا هون عم بشتغل على مهل المال تحت انتو تشوفوا كيف انا عم بعمله طريقة ولا اسهل من هيك هنجيب ملقط هون يوقع معاي هنجيب ملقط تاني وننشره بهيدا الشكل شفتوا كيف مثلا هون ساعة انا قطعتين هلأ رح اجيب بعد ونشر رح تشوفوا كم قطعة رح يساعة هون تقريبا اكتر من 10 قطع وكمان رح نستغل المنطقة التانية وكمان بساعة 10 قطع او اكتر حسب الحجم الكنزة هنحط بعد وحدة مش غلط انه هيك يعلمكن على مهل المهلات ما استعجل ابدا نجيب الملقط وننشر ونحطه بهيدا الشكل شفتوا كيف طريقة ولا اسهل من هيك طريقة حلوة وطريقة مميزة طبعا انا عندي هون بعد ثلاثة فينا هون مسلا نشر فيوني علي هون المنى شيف شفتوا كيف يعني صدقونا نحنا من هيدا المنشار لغسيل الصغير فينا نحط كمية كتير كبيرة وكمان فينا كمان نستغل المنطقة اللي فوق كمان نشر بالعارض مش بالطول مش بالعارض على فكرة انا علامت جيراني على هيدا الطريقة الكتير حلوة وكتير استفادوا وقالوا لي يا نور ليه ما بتقولوا ما بتقولي لهم ل ما بتنزليها وتعمليها قلت لهم ايه مش غلط هذا رح تشوفوا بالنهاية الفيديو كيف صار عندي المنشار لغسيل متلان وبيقي فاضي كمان منه يعني مثلا نساع عنا هوني عشرة هونيك عشرة من هنقول عشرين قطعة كمان بفوق بساع عشرة بعشرة يصار عنا أربعين قطعة تياب ننشرهم بكل سهولة عنجات فكرة وضع أربع من هايك هلا رحكمل التنشير رح عدلكم قدي تنشر معنا قطعة هايدي اتنان ثلاثة اربعة خمسة وهيدي السادسة تخيلوا بس من هود الشوي وطبعا رح مباشر بيه تنشير البقين شو رأي يكون لك كمان الترتيب كتير يعني الترتيب فعلا اوقات بيكون كتير حلو هلا كمان هون ما بدنا نحنا ننشر ابدا فينا نسكرون واذا مثلا بقي عنا كمان هيك شوية تياب فينا ننشرون عليها شفتوا الترتيب حلو الترتيب بكل شي طبعا اه فينا مسلا هون اذا بقي عنا الشي بي فينا نحطهن على الفاضيين هايك القطعة الزغيرة مثلا الكلساتات اه 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 فولر او اي شي فينا نحطهن هون عم نزبط الملقة طبعا كمان هون فينا نستغل هايدا الموضوع متل ما ذكرت باول فيديو فينا نحط كمان اذا كان ما تلين كلياتو فينا نحط كمان اه هيك جرابات صغيرة اه او هيك تياب صغيرة للبيبي هون احبا او انا عم ننشر كانت كانت الطقس بجنة اذا لحظت انتو بالبداية الفيديو كانت الشمس داربي ففجأة غيمت الدنيا اه صار هيك قعدت رعد شوي يعني سبحان الله كانت الطقس كتير حلو فجأة غيمت وبلشت شتت الدنيا كمان هيدا الموضوع لانه المنشر الغسيل انه واضف ميكون عنده الناس حبل على التربزين ما بيقدروا ينشروا من ورا الشتة فهيدي الطريقة كتير حلوة فهيك حبات افرجيكم كيف عم تنزل الشتة لهو يعم بتنقى يتمنى كبس كبس واحب باقي انا هلأ صار بدي ودعكن بيتمنى انه هيدا الفيديو البسيط جدا انه الاعجابكن بحبكن بحبكن كتير وان شاء الله بشوفكن بفيديو جديد الى اللقاء مع تحياتي باي باي